وعلى بعد ثلاث سنوات من إتمام ولايته الثانية رئيسا للفريق علي الفاسي الفهري ترك منصبه لحمز حجوي الذي خلفه على كرسي الرئاسة الروبرتاج لخالد نقراوي ومحمد العوج فريق اقتحاد الفتح الرياضي في أعقاب جمعه العام السنوي غير دفة القيادة رئيس جديد بدلا عن علي الفاسي الفهري المستقيل وسط سيل من التصفيقات المباركة حمز حجوي رئيس المكتب المسير بسط الخطوط العريضة لاستراتيجيته المستقبلية النقطة الأولى هو تكريس النتائج الآن هنا فيها هذا التكريس سيبقى مع استمرارية استمرارية استراتيجية النقطة الثانية هي تكوين وما نعرفه قبل التكوين لأننا سنكون الآن بعد خمسة سنوات لدينا سياسة التكوين سنكون لدينا الإمكانية لكي نعطيه الفريق الأول بعد اللاعبين ندوز من استراتيجية لتصدير الموارد من استراد الموارد إلى تصدير الموارد أجواء حضارية مثالية طبعة الجمع العام وصادق الحضور الذي بلغ عدده 47 منخلطاً من أصل 56 على مضمون التقريرين الأدبي والمالي المناسبة كانت مواتية لعرض التركيب البشرية للفريق تشبيب هو استراتيجية للمكتب المديري هذه الثلاثة نقاط التي أعطيت قبلها في السؤال الأول هي من استراتيجية للمكتب المديري أنا كتاب كمكتب المديري أريد أن أرى هذه الأستراتيجية والثانية ما يمكن أن نقول بأن دورنا كمسيرين للرياضة ونعطيه الأمل الأمل للشباب بأنهم يمكنهم يعيش من رياضة إذن هذا هو المهم دينا إذن هذه السياسة تشبيب هي سياسة من باتقام مكتب المديري ونريد منها لعطيه الشباب هذا الأمل أمل عارضة عبرت عنها مكونات الفتح الرياضي في جمعها العام وحدها مآلات الدور المغربي للمحترفين تتبرز مدى نجاح إدارة الفريق في مهمتها الجديدة وعطي باتاني